إذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم لا يكن أمركم أمركم عليكم قمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين عندما تحصل على المنذرين